أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الدورة الذي تقوم به اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في تطبيق أعلى معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات وجاء ذلك خلال ترأس مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاجتماع الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية ووجه مدبولي بإنشاء مجموعة عمل أو لجنة فنية لدراسة جميع المقترحات الخاصة بحكمة عمل الهيئات الاقتصادية وإصدار توصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة وما يمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها كما وجه رئيس الوزراء بأن يتولى رئاسة مجموعة العمل جهاء أو الشخصية مستقلة لضمان الشفافية والحيادية في عملية التقييم لأوضاع الهيئات الاقتصادية